اشتركوا في القناة مناسب للكيتو دايت ومناسب للضايت بانواعه ممكن نعملها كوجبة للفطار او الغدا او العشا طعمها لذيذ جدا وشاهي وهتعجبكم يلا مع بعض نشوف المكونات وعايز لايك للفيديو معايا كوسا انا مش هستخدم طبعا اي نوع من انواع الدقيق ولا سيليوم هيبقى كمان 3 مكونات بس وصفة سهلة جدا زي ما انتو شايفين معايا كوسا حجمها كبير كوساية واحدة هبشرها زي ما احنا شايفين كده كلها وفي طاصة على النار هحط فيها معلقة واحدة من الزيت يعني وليكن زيت جوز الهند او معلقة من السمنة وبعد لما اخلص بشر كوسا كلها كده زي ما احنا شايفين هروح على الطاصة على طول على النار وهنزل بالبشر الكوساية بتاعتي وهبتزي ان انا اقلبها لحد لما المية دي كلها كده تنشف وهوريكو شكلها يكون عامل ازاي ومهم جدا ان تقلبي فيها وما يبقاش فيها ولا نقطة مية علشان الرول بتاع البيت زي يلف معيكي والوصفة ايه تنجح وتعجبك اه فانا هقلب فيها كده من وقت للتاني وانا اه حطها على النار في الاول هتبدأ طبعا تنزل مية منها كده زي ما احنا شايفين بصوا انا بقى عايزة كل المية زي تنشف هوريكو دلوقتي المفروض تطفو على الكوسا لما شكلها يبقى عامل ازاي شايفين بقى دلوقتي دي المرحلة اللي بقول لكم عليها ايه لا برضو مش هطفي لاني لست ايه فيها شوية مية ايه انا عايزة المية دي كلها كده تنشف خالص هتشوفوا دلوقتي بقى انا اقصد اه يبقى المفروض الكوسا شكلها عامل ازاي مش هينفع ان احنا ناخدها بميتها كده اه بعد كده اه طفيت النار وهوريكو شكلها برضو لما استود وفي طبق كده وحطت فيه اربع بضات وملح وفلفل اسود اساسي لازم فلفل اسود وقلبتهم كده مع بعض وهجيب بقى الكوسا اللي استود وهوريكو بقى شكلها دلوقتي لما نشفت ميتها خالص وهي كده استود والمية كلها اللي فيها خلاص ونزلت ايه على الاربع بضات كده فاضل مكون واحد بس انا دلوقتي هقلب بقى في الكوسا الكوسا مع البيض وفي طاسا برضو على النار وهدهنها دهنة من الزيت او السمنة وهنزل فيها بالخليط ده اللي هو الكوسا المبشورة اللي سويناها على الاربع بضات والملح والفلفل لازم تدهنوا ايه الطاسا عشان ما تغلب كوش لما تيجوا تقلبوها بعد ما تستوي دلوقتي بقى هي على النار هبتدي ان انا اسوي البيض كويس جدا مع الكوسا هي الوصفة دي سهلة جدا بس ممكن تبوز معيك هقولك ليه يعني لو ما دهنتيش الطاسا زيت او سمنة هتيجي تقلبي الكوسا مع البيض مش هتبقى سليمة هتتفرفت منك فانت لازم تبقى حريصة وانت بتقلبيها هتتغطى شوية الاول هنقلب فيها كده وبعدين هنوطيها ونوطي عليها النار ان شاء الله الوصفة لذيذة وهتعجب جدا جدا كل الناس طعمها رائع وبتتاكل كده يعني من غير وموس بتشبع جدا اهو هتجيب ان انا ايه اقلب كده من الجناب علشان عشان كله يستوي كويس زي ما احنا شايفين وبعدين هغطي بقى عليها وهواطي النار واقلبها قدامكم على ورقة زبدة هنقلب اللي في التصده كله على ورقة زبدة وهنشوف هنعمل ايه بشكر جدا غطي النار بعد كده هاخد الفتاصة ده هقلبه فتاصة تانية وهسوي وهسوي عن راحية تانية تاني وزي ما احنا شايفين حطيته كده على ورقة زبدة وبعدين جبت بقى تالت حاجة اللي هو شرايح من الجبنة الفلمانك وهي كده سخنة هبتدي ان انا اغطيها بشرايح الجبنة الفلمانك تختاروا بقى نوع جبنة فلمانك يكون طعمه حل علشان يحلي طعم الرول دوت فانا بحب جبنة الفلمانك انتوا بقى اي نوع بتحبوه امينتل اي نوع مسموح لكم تستخدموه وبتحبوه هاتو يعني مش شرط الفلمانك هبتدي ان انا اغطي كل البيتزا بالجبنة كده وبعدين هبتدي بقى ان انا ايه الف فيها زي سويس رول كده هتشوفوا الوقت انا بلفها بقى ازاي اهي ده كده من قريب هنشوف اهنلفها زي زي كأنك بتلفي كيكة بالزبط كيكة سويس رول اهي بتتلفب بكل سهولة بعد كده هقفل عليها كويس وهسيبها بس تبرد وبعدين هبتدي ان انا اوريكم دلوقتي وانا بقى اقطع بقى فيها هفكها بقى لما بردت سوف هبتدي ان انا اقطعها شرايح اه طبعا بالنسبة للمنكهات مش ضروري فلفل اسود بس عايزين تضيفوا اي حاجة تاني اه بتحبوها كامون بقى اي حاجة انتو براحتكم عايزين تضيفوا بقى اه مثلا اه بقى دونس او شبت مع اي اي خضرة يعني تحبو طعمها ينفع بس تخرطوها رفاية ده بقى شكلها لما اقطعناها شرايح اه ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم طبعا انا ما كتبتش مكونات لان هي هتتحفز المكونات اربع بيضات كوسية وشرايح من الجبنة الفلمانك اتمنى الفيديو يعجبكم وتقولولي رأيكم في التعليقات اه وتعملوا لايك بقى وشير للحبابكم كل اللي بيطبقوا الكيتو هتعجبهم الوصفة دي وكانوا دايما يقولولي احنا عايزين وصفات للكيتو فحابت ان انا قدملكم الوصفة دي النهاردة يا رب ان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا منها وتبعتولي تطبيقاتكم على جروبيا على الفيسبوك امي كيك او البيتش صفحة على الفيس مطبخ ايمان عاطف نفس اسم القاني ده شكل الروي لبيتزا دي صور من كان فيه وصفة اجنبية شفتها فدي صورها برضو نفس الشكل تقريبا بس دي كانت وصفة النهاردة اتمنى تعجبكم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم